أنا هبدأ مع حراراتكم القصة والحكاية من بعيد شوية من يمكن عشرين أكتر من كده شوية خمسة وعشرين سنة كان الدوري الإنجليزي اللي انتوا بتتفرجوا عليه وشايفين صورة أكتر من رائعة وانضباط ونظام ونجوم ولاعب وصورة وكل حاجة كان الدوري بيطلق عليه الدوري ده الدوري الأعنف في العالم وكانت الخناقات بين الجماهير الفرق بتصل إلى معارك دمية ومصابين ومستشفيات وجرحة يعني حرب كروية زي ما بيقولوا في يوم الأيام وكانت الملاعب زي ما عندنا كده عشان الفرق بين الملعب والتراك والمدرجات في أسوار حديدية النهاردة اللي يبص على الدوري الإنجليزي يجد صورة مختلفة بمئة وتمانين درجة ملاعب مفتوحة جماهير متحدرة مشاهد أتمنى طبعا يعني من حق يغير على بلدي وعلى ثقافة ولاد بلدي وأقول نفسي أشوفها بتحصل في ملاعب مصري يعني كم مباراة هنا ممكن نشوف أو نتوقع لما يكون في حضور جماهيري حتى لو كان قليل أنه جماهير الفريق المنافس بتحيي الفريق اللي كسب حتى لو ما كانش فرقتهم هل ممكن حد يتوقع أن ده مثلا يحصل في ماطش أهلي وزمالك؟ ما أعتقدش هل من الممكن أنك أنت تتوقع أنك تشوف في يوم الأيام مباراة في كرة القدم في مصر في أي ملعب مصري معمول من غير سياك حديدي وتبقى متطمن أن الجماهير مش هتندفع لأرض الملعب في أي لحظة من اللحظات سواء في لحظة غضب أو حتى في لحظة فرحة؟ برضو أعتقد أن الإجابة على السؤال ده ما أعتقدش أنا بقول ليه المقدمة دي لأن الناس دي اشتغلت السنين طويلة وحطت قواعد ونظم وتم تطبيقها وتفرضت على كل الناس لغاية لما تحولت الصورة بالشكل اللي احنا شايفينه النهاردة في قاعدة بتقول يعني زي من الإمام الشفحي كده رحمه الله بيقول من أمن العقاب أساء الأدب وحنا الحقيقة للأسف الشديد جدا ناس كتير قوي على كل المستويات بتأمن العقاب وأنا عندي مشكلة بقى لما يكون ده ممكن أتفهم ده أو أقبله نوعا ما نوعا ما بين قصين كده نوعا ما لما يحصل ده من الجمهور شباب صغير ممكن إدراكه ممكن وعيه ممكن تصدير حالة التعصب بالنسبة له ما يكونش ليه زنب فيها لكن لما يحصل ده من ناس كبيرة ناس وعية ناس فهمة ناس مفترض أنها مقدرة حجم المسئولية وأنها بتأثر والناس كتير جدا بتاخد منها وتقلدها أعتقد ده بالنسبة لي وبالنسبة للناس كلها مفترض يبقى لا مقبول ولا مسموح اللي حصل مبارح في المباراة الأهلي وإشارة لعب الزمالك اللي حصلت في نهاية المباراة أكبر بكتير جدا من أنها تكون خروج على النص وإذا كان فيه رغبة حقيقية عند كل مسئول أين كان مستوى مسئوليته كنت بكلم على مسئول في نادي وأعتقد أنه نادي الزمالك نادي كبير جدا وأي لاعب لابس تيشرت نادي الزمالك لابد أنه يدرك أنه لعب كبير لأنه بينتمي لكيان كبير وبالتالي مسئوليته في الوقت ده بتبقى كبيرة جدا لأنه واصل وبيأثر في الملايين فبالتالي لما يحصل خروج على النص من لاعب من إداري من جهاز فني من مسئولين في أندية أعتقد أنه ده لازم يكون عقابه شديد جدا عشان يحقق حاجة مهمة جدا في المنظومة اللي أنا بتكلم عليها بقى وهو عنصر الرضع الرضع العام أنه نحن ندي مثال واضح وصريح على رفض أي خروج على النص مهما كانت مكانت ومهما كانت أهمية الشخص الخارج عن النص أتمنى أتمنى أشوف موقف واضح جدا لأنه ده الحقيقة واحد من أهم أسليب إذا كان فيه عندنا رغبة يعني في مواجهة التعصب وللأسف شديد جدا اللي بقت بتغذيه كمان السوشال ميديا بشكل فج وبشكل واضح وبشكل صريح ومحدش بيقدر يتعقب ده أو يحاسب الناس اللي بتروج لحالة التعصب أو حالة الفتنة اللي موجودة على مستوى الرياضة يعني فأتمنى الحقيقة نشوف رد فعل قوي وحاسم سواء من اتحاد السلة أو من نادي الزمالك نفسه شكرا للمشاهدة